خلال 24 ساعة الماضية هل من إجراءات جديدة في ضوء هذه الأعداد التي تتزايد كل يوم في السودان نعم حازم الإجراءات طبعا كما هي لازمنا الآن في مرحلة الحظر الشامل مع السماح بست ساعات يوميا للتسوق داخل الأحياء ولكن هناك حالة عدم التزام نسبية ولكن خلال 48 ساعة الماضية وحتى اليوم هناك تشديد إضافي في التقاطعات المرورية وزيادة نشر الدوريات الأمنية في عدد من الطرق لإلزام المواطنين بالالتزام بالحظر الشامل الآن حاليا هناك جدل كثيف في الساحة السودانية باعتبار أن هذا الحظر الممدد يجب أن ينتهي مطلع الأسبوع المقبل يوم الأحد ولكن هناك ضغط كبير جدا من عدة تنظيمات بضرورة زيادة ساعات السماح اليومية للمواطنين باعتبار أن هناك شرائح العمال اليومية والشرائح الفقيرة والضعيفة ازدادت حالتها سوءا بسبب عدم مداومتهم على العمل ولكن في المقابل مع ازديادة الانتشار المجتمعي الكثيف هناك أيضا ضغط كبير من تنظيمات صحية ومنظمات مجتمع مدني على الحكومة بعدم الاستجابة برفع الحظر الشامل وبالتالي نحن أمام عدة ربما أربعة أيام يتم التقرير بعدها ما إذا سيستمر الوضع على حاله أم سيتم الربع التدريجي للقضاء ابقى معنا محي الدين جبريل مراسل غد